يعني بالتالي اليوم احنا نتمنى انه فعلا يداومون يرجعون المفسوخة عقوده نتمنى يعودون يرجعون ومثل الستمية اللي صدر على اساس وعدوهم بالتعين لغاية الان ما صدر ثوامرهم زين هاي انتخابات زين وهم ولعبة الانتخابات اكو ناس مسيطرة تعرف شون تستثمر او تستغل هاي الامور لصالحها بالتالي في الموازنة كان اكفت مبالغ معينة لحل ازمة المفسوخة عقودهم واضافة نفس المبالغ بيها للاجور والعقود وقرار 315 ونفس المبالغ هي للمحاضرين بالمجان هنا يجي الدور انت اين من راح تخصصها مبالغ قيلة ما راح تكفي فاذا وتوصل للمفسوخة عقودهم نتمنى ايضا توصل مبالغ للاجور والعقود وغيرها الدولة عاجزة عن الرقابة وحماية الناس ادارة الدولة اقصد حماية الامن الانتخابي هم يسعون جاهدين صراحة لكن الظاهر اكو اشياء اكبر من المسميات اللي مسميات الصورة مثل شنه هاي الاشياء الاكبر اكو سلاح اكو خفافيش ما ينشافون زين بالليل يجون يحرقون يجون يهددون ويخطفون موظفين مع المفوضية هو حاسبته الهارد مالتك هو حاسبته الهارد مالتك هاي خفافيش انت ليش افترضت ليش افترضت انه هذا راح تستثمر كتلة محددة تستغلة او تستغلة ستستثمرها ما تقبل نقول تستغلة كتلة محددة يعني هل هي مجاملة سياسية هل تعتقد ان التوقيت بخلل معينة فهي رسالة يقول لك انه انه ادارة الدولة الحالية هي ما بيها فرق كبير عن ادارات الدولة السابقة فيعني اكو مثل عندنا فاديوم تعيينت موظفانا وبداية تعييني فجاءنا مدير عام يعني حمش على قولتهم كلش قوي وشديد كلش فاكو ناس التفت داير مدائرة زين ويقولوا يا ماذا جاي سوون التوم؟ قالوا هذا جاي يناكل الرجلية اي انتم شنو؟ قالوا جاي يناكل الرجلية تاكن رجلية شنو بابا؟ اي قالوا هذا بالبداية يجي يجي احنا شوي شوي يناكل رجلة ويبقى بالرجل عمودة حين مشي كيفنا بالتالي احنا اتمنى هذا ينطبق على الدولة العراقية بشكل عام ادارة الدولة العراقية بشكل عام مأكلة رجليها مأكلة